اشتركوا في القناة المحتجز لدى السلطات والمضرب عن الطعام وسط تحذيرات من انه دخل مرحلة الخطر فخلال اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر الرئاسي بعميد المحامين ابراهيم بودربالا واكد سعيد ان بعض من تولوا وظائف عالية في المحاكم كانوا ولا يزالوا يتعاملون لقوى سياسية ووصفهم بعصابات اجرامية وقد تحدث قيس سعيد مرارا عن ضرورة تطهير القضاء وتأتي تسريحاتها في وقت تتفاعل في قضية احتجاز القيادة في حركة النهضة وتثير الجدل داخليا وخارجيا كما كنت تسمع ذي كانت رسالة رئيس الجمهورية لعميد المحامين ابراهيم بودربالا ماذا سوش تعتوني يرايكم على الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد